اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين القرآن الكريم هو كتاب الله المقدس والمعجزة الدائمة التي هي معجزة تبقى دائمة عبر العصور وإلى يوم القيامة والقرآن الكريم هو الحجة على العباد على كل العباد في كل زمان وفي كل البلاد القرآن الكريم له آداب خاصة ينبغي أن نتعامل معه أثناء القراءة لأنه من جملة المقدسات التي كنا قد تحدثنا عنها سابقا عندما تكلمنا عن الله تبارك وتعالى عن الأنبياء عن المساجد وكذلك فيما يتعلق بالقرآن الكريم القرآن الكريم هو كتاب الله الذي ينبغي أن نتلو آياته في كل يوم كما سوف نرى حيث أن هناك جملة من المستحبات والآداب ولا ننسى أن الله تبارك وتعالى في سورة الزمر قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وروي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله يعني القرآن الكريم الذي هو مهيم على كل الكتب السماوية الأخرى أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقد قال في نهج البلاغة وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه قرآن الكريم فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره من أراد أن ينظف قلبه فعليه باللجوء إلى القرآن الكريم وقال مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام وعندما نقول زين العابدين هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب قال كلاما يدل على أهمية القرآن وعلى الأنص وعلى الرحمة التي يشعر الواحد منا عندما يلجأ لتلاوة القرآن الكريم قال لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي ومن الأهمية أن نحافظ على الآدات والمستحبات والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بتعاملنا مع تلاوة القرآن الكريم حيث أن حلقتنا هذه سوف تكون تحت عنوان آداب تلاوة القرآن الكريم وإلا إذا لم نلجأ إلى القرآن الكريم ولم نحافظ على هذه الأداب في الحقيقة ظلمنا أنفسنا وسوف نرى أن هذه الأداب حملها العلماء والأطقياء والعباد عبر التاريخ يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن فإذا الخروج من الفتن يكون باللجوء إلى القرآن الكريم فهو الكتاب الهادي والناصح والمبشر والمرشد لنا وعلينا أن نتلوه حق تلاوته وأن نتفهم الآيات ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم جملة من الآداب والمستحبات لتلاوة القرآن الكريم هناك جملة من الآداب التي ذكرها سوف نذكر بعضها نحن حوالي خمسة عشر صفة إن شاء الله إذا أردنا أن نتكلم عن آداب تلاوة القرآن الكريم في الصدارة معهم اللي عم يسألوا أو اللي جاوبوا اللي هو الوضوء أن نكون على طهارة يعني نحن نستطيع من ناحية مبدئية أن تقرأ القرآن لو لم تكن على وضوء ولكن هناك أحكام شرعية كما أن أحد الإخوان لمح إلى ذلك أحكام شرعية تتعلق بعدم جواز مس الكلمات القرآنية الآيات القرآنية الأحرف إن لم تكن على وضوء ولكن نحن موضوعنا هو حول المستحب حول الآداب الأدب الأول أن نكون على وضوء فإذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم عليك أن تتوضأ ثم تقرأ أو البعض يقرأ مباشرة بعد الصلاة فيكون على وضوء إذن ما يرتكز في الذهن مباشرة هو الأمر الأول المستحب أن نكون على وضوء والأمر الثاني الجلسة المحترمة يعني يفترض من جملة الآداب التي ذكرها العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن لا تجلس وأنت تقرأ القرآن جلسة المتكبر أو اللامبالي أو العابث أو المتكئ هكذا ذكروا أن لا تكون على طريقة مثل واحد يعد ميد جري أو رافع جري أو كذا لا أن يجلس جلسة المتعبدي لله تبارك وتعالى كما نجلس في الصلاة إذا واحد عنده أسباب صحية أو ظرفية أو عامل عملية هذا شيء آخر أو لا يستطيع أن يجلس على الأرض نحن نتكلم من حيث المبدأ أن يكون إذا بدكم في شيء اسمه جلسة المحترمة يعني خلينا نقول المتواضعة هذا من جملة الآداب أيضا أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى بنعمران عليه السلام قال إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير دائما نحن بالعبادات بسائر العبادات نكون متواضعين فقراء لله تبارك وتعالى وهذا عين العزة